السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي في حل المهام الرسمية الأدائية من الوزارة في مادة الدين الإسلامي بالتوفيق والنجاح إن شاء الله عندنا المهمة الأولى بنكتب الإسم يعني إسمك أو إسمك وبنكتب الصف الرابع تمام وبيكون السؤال صمم بطاقة تعريفية للتفيل ابن عمر رضي الله عنه موضحا فيها ما يلي من هو وإسلامه والمعجزة التي ميزه الله بها ووفاته تمام من هو هو سيد قبيلة دوس تمام إحدى قبائل العرب في الجاهلية وهو شريف من أشراف العرب عرف بالحكمة والشعر والبلاغة طيب إسلامه كان في زيارة إلى مكة عندما قابله سادتها وحذروه من لقاء النبي وتوجه إلى الكعبة وسد أذنيه حتى لا يصله حديث النبي لكن رغم ذلك سمع بعضه فنزع السدادة عن أذنيه واستمع إلى الحديث أو إلى حديثه فلم يسمع قط كلاما حينا ولا أجمل مما سمع وتبع الرسول إلى بيته وقال له كلام كريش عنه وتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص ثم المعاوزتين فأسلم ونطق الشهادتين الشهادتين طبعا نحن عارفينهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله طيب المعجزة أو المعجزة جعل الله تعالى في وجهه نورا وخشي أن يظن قومه أن هذا النور عقوبة له فتحول النور إلى رأس سيفه فكان كالمسبوع فلقب بذيء النور تمام طيب الوفاء توفى الطفيل ابن عمر في موقعة اليمامة في السنة الحادية عشر من الهجرة تمام إحنا كده عرفنا من هو وإسلامه والمعجزة والوفاء نشوف مهمة تانية تمام صمم لوحة إرشادية تحس فيها زملائك على الالتزام بأداب المسجد وفضل الصلاة في المسجد أهو أداب المسجد ألبس ثوبا نظيفا وأتعطر عند الزهاب إلى المسجد بيصلي لو واكل مثلا بصل أو توم ممكن يأذي غيره يعني لجنبه يشم ريحة كريهة ومش طيبة فبالتالي إيه؟ يحصل له نفور تمام؟ فبالتالي إنه إيه نتجنب أكل التوم والبصل لأن اليوم رائحة كريهة قبل الزهاب للمسجد طيب وأدخل برجلي اليمنى بالأرجل الإيه؟ رجل اليمين وأقول هذا الدعاء اللي هو إيه؟ دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك تمام؟ وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رقعتين اللي هي تسمى إيه؟ رقعتين تحية للمسجد المهمة الثالثة اكتب ثلاثة أفعال تقوم بها كل يوم تقتدي بها من نبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بحديث نبوي شريف أو آية قرآنية كريمة مما درسته يعني نكتب ثلاثة أفعال كل يوم إيه؟ بتقوم بها تقتدي يعني إيه تقتدي؟ يعني تقلد أو يعني يكون الرسول قدوة ليك فيها تمام؟ طيب عندناه الفعل الأول والاستشهاد الفعل الثاني والاستشهاد الفعل الثالث والاستشهاد نشوف الحل الفعل الأول مثلا اتقان العمل طيب الاستشهاد يعني إيه؟ يعني أن يكون فيه حديث نبوي أو آية قرآنية بتحس على الفعل ده طيب إيه هو هنا الاستشهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله الرحيم طيب يبدأ إيه؟ اتقان العمل الفعل الثاني الأخلاق الاستشهاد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله الرحيم تمام أسوة يعني قدوة يعني الرسول كان قدوة إيه؟ في الأخلاق طيب الفعل الثالث التسامح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عز تداعى له سائر الجسد بالسهر والإيه والحماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المهمة الرابعة صمم بطاقة تعريفية عن رحلة الإسراء والمعراج تتضمن زمانها ومكانها وموقف قريش منها والدروس التي تعلمتها رحلة الإسراء والمعراج إمتى أو في الزمان في ليلة السابع والعشرين من جب من السانية عشرة للبعثة يبقى ليه للسبع وعشرين من رجب من السنة الاثناشر للإيه للبعثة طيب المكان الإسراء انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام ليلا من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابة الإيه البراق وأما المعراج فهو صعودهما من بيت المقدس إلى إيه إلى السماوات العلا طيب موقف قريش موقف قريش كان الإزاء والسخرية وكان على رأسهم عمه إيه أبي جهل طيب الدروس التي تعلنتها أول حاجة بيان أهمية الصلاة ومكانتها حيث أنها فرضت في السماء والدلال على أهمية المسجد الحرام والمسجد الأقصى وكمان إيه بيان أن المصدق والمكذب له حيث أن الذهاب إلى بيت المقدس لا يكون إلا برحلة مقدارها شهرين ذهابا وإيابا وسمي من حينها أبو بكر رضي الله عنه بالصديق ليه؟ لأن هو إيه؟ هو تبين من إيه المسجد والمكذب فسمي أبي بكر بالإيه؟ بالصديق رضي الله عنه تعزية ومواساة من الله تعالى للنبيه عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب فأكرمه برؤية آيات من ربه وأمور إيه؟ وأمور أخرى طيب عندنا المهمة الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة السؤال بقى هنا بيقول إيه؟ في ضوء فهمك لهذا الحديث وصمم لوحة تتضمن أنواع الصدقة وفاقتها في الدنيا والآخرة طيب أنواع الصدقة هو إطعام الطعام وإلقاء السلام اتنين التبسم طبعا التبسم في وجه أخيك إيه؟ صدقة ثلاثة التصدق بالإيه؟ بالمال طيب فوائد الصدقة بقى في الدنيا وفي الآخرة أول حاجة الدنيا أول حاجة إيه؟ تبارك في المال اتنين تحبب العبد إلى الله وإلى إيه؟ خلقه ده في الدنيا طيب فوائد الصدقة في الآخرة تشفع له عند الله وتكون له ظلا يوم القيامة تمام؟ احنا كده خلصنا الخمس مهمات نركز كويس جدا ونتعلم إن شاء الله كل حاجة هتيجي سهلة وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله أشوفكم في درس جديد مع السلامة